من البرامج السهلة والبسيطة لإنشاء صورة مصغرة للفيديو الخاص بك على اليوتيوب طبعا الصورة المصغرة هي من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة مشاهدات فيديوهاتك على قناتك في اليوتيوب نسبة النقر للظهور بتعتمد على الصورة المصغرة وعلى عنوان الفيديو اللي هو ما يسمى بالclick throw rate نسبة النقر للظهور بوابة مشاهدات الفيديو هي الصورة المصغرة ففي هذا الفيديو بنوضح برنامج سهل جدا ومجاني تستطيع من خلاله ان انت تعمل صور مسغرة بطريقة بسيطة جدا جدا بالهاتف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واربكم بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب في الفيديو ده بنوضح شرح برنامج سهل ان انت تصمم به صورة مسغرة لفيديوهاتك هنبدأ اول حاجة ان احنا نفتح الموبايل بهذا الشكل ونبدأ ان احنا ندخل على المتجر هنبدأ ان احنا نكتب هنا بيكسل لاب وهنبدأ نفتحه وهنبدأ ان احنا نثبته على الموبايل ده شكله بعد كده نضغط على فتح بيجينا الوجهة بالشكل ده كده هنبدأ ان احنا نمسح كده اللي هو التيكس ده هنمسحه مش عايزينه دلوقتي بهذا الشكل نقوله حسنا تمام الوجهة فاضية قدامنا طيب اول حاجة خلينا اعملها انا بحب كده ان انا اول حاجة احدد الابعاد الخاصة بالصورة المصغرة سويا يا جماعة ان انا اعمل صورة مصغرة لمنتدى قناتي تمام او ان انا اعمل صورة مصغرة للفيديو على قناتي خلينا دلوقتي بنوضح الصورة المصغرة للفيديو ممكن الفيديو بتاعك يبقى تمام وزي الفل وتبقى انت عامل صورة مصغرة اي كلام الفيديو ما يجيبش المشاهدات بصراحة الناس بتحب الشكليات ومتشوف كده الفيديو في الاول كصورة مصغرة يعني الفيديو بيتعرض قدام المشاهد كصورة وليس كفيديو بعد كده ينتقل للفيديو فيشوف بقت الفيديو والمعلومة جوا الفيديو والكواليتي بتاعت الفيديو خلال نركز مع بعض بنضغط هنا على التلات نقاط اللي فوق وبنختار هنا أبعاد الصورة بالعربي وبنيجي هنا بنختار أبعاد الصورة أنا بحب أن أعمل أبعاد الصورة الخاصة باليوتيوب بـ 1920-1080 نسبة العرض اللي هو العرض إلى الطول اللي هو 1920-1080 ده الأبعاد اللي أنا بحب أن أستخدمها حتى باللابتوبة والكمبيوتر باستخدم نفس الأبعاد ديات زي ما انتم شايفين كده النسبة 16 إلى 9 ده الفيديو اللي هو بالعرض لو الفيديو بالطول فيديو قصير فأنا هبدأ أن أنا أعمل إيه يعني أو كده هبدأ أن أنا أعكس الكلام ده يبقى 1080 في 1920 تمام كده وأقدر أن أنا أضغط هنا على Custom ديت وأختار منها الأبعاد اللي ستندر موجودة هنا لو أنا عايز يعني وأقدر أعمل كمان بالبرنامج ده كمان اللي هو البيكسل لاب أقدر أن أنا أعمل به غلاف للقناة أعمل به حاجة كتيرة بس تركزنا دلوقتي على عمل صورة مسغرة 1920 إلى 1080 اللي هو 16 إلى 9 أضغط على حسنا لازم يا جماعة أن أنت قبل ما تعمل الصورة المصغرة لازم تكون محدد الفكرة اللي أنت عايزها يعني أنا الفيديو بتاعي مثلا نفترض أنه هو فيديو خاص بالربح من يوتيوب حاجة تخص الربح من يوتيوب تمام؟ أو زية مشاهدة اليوتيوب أو وصفة لتبييض البشرة أو أكلة معينة أو أي حاجة فلازم أنه أحط قدامي الفكرة طيب أنا مثلا دلوقتي بطلع بنفسي إبقى أنا أحط صورتي وأحط هنا صورة الحاجة اللي أنا هتكلم عنها مثلا لو أتكلم عن ربح وزيات مشاهدات أحط هنا صورة مثلا كده دولارات أو سهم كده زيات مشاهدات والأشياء ديات وأحط كلام يكون جذاب يجذب الناس يعني خلي الناس يضغطوا على الفيديو وفتحوه طيب أنت ما بتطلعش بصورتك إبقى تحط هنا صورة للأكلة أو للحاجة اللي أنت تتكلم عنها وتحط كلام يكون جذاب يعني يشد الناس تمام؟ طبعا انت في حاجات كتيرة هتبدأ ان انت تتعرف عليها ومؤثرات واشياء كتيرة وانت شغال ولكن خلال نتعرف على الاشياء الاساسية لو انا عايز اضيف هنا مثلا اي صورة هنا داخل الصفحة اللي انتوا شايفينها دي اضعت على علامة الزيت دي كده واختار من المعرض وهبدأ ان انا احط صورتي مثلا او اي صورة اخترت صورتي من المعرضة هوت اضغط على علامة الصحة وبعد كده اضبطها جوه هي كده اقدر ان انا صغر وكبر مفيش اي مشكلة خالص تمام؟ اقدر اصغر الف من هنا كده مفيش اي مشكلة لو انا عايز ارجع الورا ولا حاجة ارجع من السهم اللي فوق ده كده شايفين يا جماعة من النقطة ديت النقطة دهيت اقدر اشدي كده بحيث ان هو يضبطها لي بشكل منتظم لو انا عايز ان انا يعني امسح لون الخلفية ديت تمام؟ طبعا عشان امسح لون الخلفية احسن حاجة اننا الصورة تكون معمولة طبعا بيه اللي هي بالجريم اه كرومة او الشاشة الخضرة ولكن طبعا مفيش مشكلة انا قدر نمسح برضو نضغط هنا كده طبعا انا محدد الصورة اضغط هنا كده على اللي هو مسح لون زي ما انتم شايفين كده وبعد كده بضغط هنا على اللي هو مفعل ده او تفعيل بل كل كده اضغط هنا على ايه ممكن اقدر將لعب هنا كده في الحاجات اللي تحت دي ولكن انا اضغط هنا على عالمة دهيت اللي هي واحد اتنين تلاتة الرابعة من على اليسار الرابعة من على اليسار اضغط عليها وبعد كده اختر اللون اجي هنا كده على اللون اللي هو الاصفر ده مثلا واختر صح تمام؟ شلي كده لون الخلفية اقدر دني اضبطها شوية بحيث انها تكون مش موجودة. تمام? وانزل لتحت كده. يقول لك هنا تنعيم الحواف. ابدأ ان انا بص اشدي كده شمال ويمين. بحيث ان انا نعم بصوا يعني عمل ازالة خلفية بشكل كويس جدا جدا. تمام? يعني هنا اشدي شمال ويمين هنا. ابدأ ازبطها. واختار هنا او اضغط على صح. كده بقت ايه بهذا الشكل? بقت حتة من ايه? من الصورة. طيب انا عايز اغير مثلا صورة الخلفية اللي ورا ديات. مش عجباني. عايز اغيرها. اعمل ايه? ممكن ان انا اجيب صورة من اي مكان وحطها وخليها خلفية. او ان انا يعني اغير هنا في البرنامج. خلينا نغير لون الصورة. هضغط هنا كده على اللي هي الشكل ده كده اللي هو المربعين دول. وبعد كده باجي هنا بقلب. بلاقي عندي هنا حاجة اسمها لون. اضغط عليها. واختار هنا اللون اللي انا عايزه. اي لون بقى? مثلا لون الازرق ده اهوت. اخترت اللون ده مثلا. لو اللون ده عجبني اوكي. عايز لون تاني اغير من تحت من هنا. واختار هنا صح. يبدأ ان هو شوف يا جماعة الصورة هتعمل ازاي? عمل صورتي. تمام? واللون الورا غيرته. وكمان لو انا ضغط هنا كده. وانا في نفس المكان على المربعات ديت. لو ضغط هنا على صورة. هيجيب لي هنا صور موجودة اقدر ان انا استخدمها. الوان واشياء هيت. يعني مثلا ممكن اختار دي كده. شوفوا. خليها لي بالشكل ده. او مثلا ده. تمام? اختار الحاجة اللي انت عايزها. مثلا كده. تمام? اللي انت عايزه اختاره. كده بالشكل ده كده. تمام? طيب واضغط بعد كده على صح. انا اضغط على كده خلاص لان احنا نسيب اللون ده. ولو انت عايز صورة بقت انت جيبها عندك من على جوجل مثلا او كده وعايز تحطها تختار من المعرض اهوت. لما اختار من المعرض ابدأ ان انا اجيب صورة من المعرض من هنا. عايزين نعرف ازاي نحط نص. بنبدأ نضغط هنا على علامة الزائد اللي فوق ديت. وبنبدأ ان احنا نقول نص. تمام كده? ونكتب النص اللي احنا عايزينه. طبعا يا جماعة بيكتب عربي انجليز بش اي مشكلة. اضغط كده عليها. تمام? تمام كده? ارجح تاني عشان اوريكم. على ايه هنا? كده بايدي عليها. اهوت. وبعد كده اكتب هنا ايه? اكتب هنا مثلا مثلا الربح من اليوتيوب. بالشكل ده كده. واضغط على حسنا. تمام? جات لي بالشكل ده كده. هضغط بعد كده بات ان انا بات احسينها وازبطها. هم? اختار هنا الايه دهيت? اللي هي خاصة بالنص. وهبدأ ان انا بقت ايه? اقلب كده هنا. الاقي هنا عندي فيه اشياء في الحجم هوت. اقدر ان انا اكبر. كده مثلا. طبعا اقدر ان انا اسحبها في المكان اللي انا عايز يا جماعة بالشكل ده. تمام? اقدر ان انا اكبر وصغر ما فيش اي مشكلة. كده. مثلا اه صح? في عندك اللون. اقدر ان انا اختار اللون. مثلا اختار اي لون انت عايزه. انا بعرفك بس على الاشياء. وتقدر تعدل انت براحتك. مثلا كده اي شيء. وتقول صح. عندك هنا برضو فيه خطوط. لو اضغط هنا على الخط اللي هو الايه بيه ديت. في عندك انواح خطوط تقدر تختار منها. مش هي مشكلة خالص. تمام? هنا في خطوط كتير اختار منها اللي انت عايزه. وبعد ما تختار اختار حسنا. وعندي هنا اللي هو اخليه بولت. اخليه سميك. اهوت. مثلا كده. واختار صح. ممكن طبعا اخليه بقت ميل كده واشياء كل حاجة موجودة. ممكن اخليله خلفية. في ناس بتحب تعمل الموضوع ده. ان انا اختار تفعيل كده بالشكل ده. تمام? وبالتالي واعمل صح. يبدأ ان هو يعمل لي خلفية بالشكل ده كده يا جماعة. شايفين? بقت النص وعليه مستطيل بالشكل ده كده. اختار خلفية تاني. وعندي هنا فيه تدرك. اختارها بالشكل ده كده. وانزل اللي تحت. الاقي عندي هنا فيه الوان. اهوت. ممكن اختار مثلا اي لون من هنا. طبعا بقى احاول ان انا ازبط الالوان بتاعتي. بقى ان انا عامل لون مثلا احمر وحاطت خلفية حمرة. لكن ممكن مثلا اعمل الفنت ده. الخط ده بالاصفر. واعمل مثلا اللي هو المستطيل ده اللون بتاعه بالاسود. فبالتالي يكون واضح. طبعا لما اضغط هنا على اللي هو الخلفية برضو ديت. بلاقي عندي هنا تدرك. تمام? انزل لتحت كده. راقي عندي هنا فيه الوان اهو اقدر اختار منها زي ماامتو شايفين كده. تمام? فيه الوان كتير اقدر اختار منها. واندي هنا بقت بيقول لك ايه? بيقول لك هنا مسلا تحت كده. يقول لك حشوة آآ يسار ويمين يعني اقدر بص هزود كده من يسار والليمين اه? شايفين? ان يسار والليمين. هزود اللون يعني تمام? فوق وتحت. ممكن نزود كده فوق وتحت اهو. يعني اقدر الالعب هنا كده whatsoever زي ما احطها هنا باش هي مشكلة. لو انا عايز احط صورة مثلا دولار اللي هو لوجو اليوتيوب اي حاجة اي حاجة عايز احطها بنزلها من على جوجل مثلا وبعد كده اضغط هنا على اللي هو الزائد ديت من المعرض. وهبدأ اختار صورة الدولار. بالشكل ده كده واقول له صح. وهبدأ ان انا اعمل ايه? اقدر طبعا ان انا صغرها. باش هي مشكلة خالص. اشد كده الفوق واصغر كده من الجنب ده. اقدر برضو ان انا له ازالة خلفية. اضغط هنا كده برضو على الشكل ده. واجه هنا على مسح اللون. واختار مفاعل. على طول شلي اصلا خلفية بدون ما اعمل اي شيء. تمام? او ان انا كنت ممكن مسلا اختار اللي هو العلامة ده هيت. واضغط على اللون. وابدأ ان انا احرك هنا كده. ابدأ ان انا ازبط ايه? ازبط ايه ان انا اعمل ازالة الخلفية. بتاعة الصورة. وبعد كده بضغط على صح. طبعا انا بعملكم بس تجربة يا جماعة سريعة. ممكن مثلا اجيب اللي هو برضو. اضغط على الزائد من المعرض. واده مثلا صح? ابدأ ان انا صغر كده. ونفس الكلام اروح هنا على برضو هنا على الشكل ده. تمام? اللي هو فيه الاشكال. واضغط هنا اللي هو مسح اللون. تمام? واضغط اللي هو مفاعل. يبدأ ان هو برضو يحزف لي اللون الخلفية. طبعا ازبط من تحت من هنا. اللي هو ايه? اللي هو التنعيم والكلام ده كله. واضغط على صح. ممكن انا اختار اللي هو الروح باليوتيوب دي. وابدأ ان انا اغير اللون بتاع الكلام. اضغط هنا على اللي هو الاهدهية. واجي على اللي هو اللون. تمام كده? واختار مثلا اللون الاصفر. مثلا اللون ده كده. واختار صح. تمام? يبقى اللون الاصفر مع لون غامق وراه يكون طبعا اوضح. وكمان عندي هنا لو انا ضغط على الزائد اللي فوق دي تلاقي عندي اشكال قدر استخدم منها وملصق. ابدأ اجرب الحاجات دي كلها. المهم ان انت عندك في الاخر بتقدر تضيف نص تقدر تغير في الصورة تقدر ان انت تحط حاجة وتفرخها. يعني في حاجة كتيرة جدا جدا انا يعني عشان ما تقولش عليكم انت قلب هنا تحت عندك النص هوت موجود. وعندك هنا اللي هو الشكل التاني ده فيه كل حاجة فيه مؤثراتك هنا كتيرة هنا. وعندك بعد كده هنا اللي هو المربع ده كده. فيه برضو هنا مؤثرات. تمام? وفيه فلاتر هنا موجودة في الاول كمان اهيت لو انت عايز فلاتر فيعني فيه حاجة كتيرة جدا جدا. تقدر فعلا حرفيا تعمل صورة مسغرة كأنك باللابتوب كأنك بالفوتوشوب. بس يبع عندك صبر ويكون عندك يعني ايه اه تخيل انت عايز ايه. طيب انت عملت الصورة واشتغلت عليها بقت والوان وحركات اه? انا بعمل لك فقط كتجربة. تمام? بعد كده عايز تخرج الصورة بتضغط على النقاط اللي فوق ديت. وبتضغط على اللي هو تصدير الصورة. وبتبدأ ان انت تخرج الصورة بتاحتك. تقول حفظ في المعرض او حفظ الى المعرض. طبعا الصورة خارجهية ب الف وتسعمية وعشرين في الف وتمانين. تمام كده? وياضغط على حفظ في المعرض. وبكده الصورة المفترض اتحافظت معي اضعي ان انا استخدمها كثمني او كصورة مسغرة الفيديوهاتي على اليوتيوب. تحياتي لكم. اتمنى لكم متوفق والسعادة. عندنا اتلاقي فيه شرحات لاكثر من برنامج لعمل صورة مسغرة باللاب توب بالكمبيوتر. فاتلاقي في قيمة على القناة اصلا اسمها شرحات برامج ومنتاج. هتلاقي فيها شرحات كثيرة تفيدك ان شاء الله كمنشئ محتوى. واهم الفيديوهات تكون موجودة في وصف هذا الفيديو في التعليق المثبت تحت الفيديو. ولو انت محتاج اي برنامج معين ان انا اشرحه لك اكتبلي في التعليقات وان شاء الله بعملك فيديو عن البرنامج اللي انت تطلبه. لو انت بتستخدم هذا البرنامج اللي هو البيكس اللاب في انشاء صور مسغرة. فاكتب لنا في تعليقات هذا الفيديو. ولو انت عندك برنامج اخر برضو اكتب لنا اسم البرنامج اللي انت بتستخدمه على جهازك. في امان الله مع السلامة.